وصلت وزارة الصناع والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية حيث قامت بتفتيش 40 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك للإطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالأليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 23 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية وذلك إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي قد تستوجب غلق بعض المحال تحفظيا وبناء عليه فإن وزارة الصناع والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ترجمة نانسي قنقر